ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل انهيانة ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي اجتماع مجلسي دارة مجلسي أبحاث التكنولوجيا المتطورة وطلع سموه على إنجازات المجلس في تنمية قطاع البحث والتطوير في الإمارة اعتمد سموه خطط تعزيز قدرات البحث والابتكار ضمن أولويات المجلس المستقبلية وأكد سموه ولي عهد أبو ظبي أن التقدم الذي يشهده مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في مجال البحث وتطوير يعكس طموح الإمارة في أن تكون في طليعة مسيرة البحث العلمية والابتكار التكنولوجي وأشار سموه إلى أن جهود المجلس المتواصلة في مجال التكنولوجيا والابتكار تعكس التزامه تجاه بناء مستقبل تحظى به على الجهة المقبلة بالمعارف والخبرات والفرص لتحقيق النجاح والتنمية المستدامة